اشتركوا في القناة 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 الحمل الزايد زي ما قلنا لو احنا بننا جدار ممكن يتسبب في انهيار المبنى او ينزل السقف بتاعه ولا ما ينفعش يبقى عند بناء جدار بالطوبة هتبقى ايه الاواطئة خافة من المباني بالطوب برضو لو انت في هيئة حكومية او في مؤسسة او في مدرسة او في مصنع او في حاجة تابع الحكومة بيبقى في حاجة اسمها سوابة مبنى وفي معايير خاصة بهذا المبنى لا يمكن البناء فيها لكن يمكن عمل اواطئة يا خشبا وقلنا انه مثلا عايز تقسم للموظفين اللي عندك مثلا في المؤسسة الحكومية عايز تقسم لكل واحد مكتب خاص منفصل ماشي هنأسس الكلام ده بسي بالاواطئة الخشبية على اساس ان احنا في يوم من الايام ممكن يشيل الاواطئة ويرجع الشيء لطبيعته الاولى ما يتغيرش اي شيء ولا يتهد ولا يتزال ولا اي كلام من ده وكمان ممكن نستغل الاواطئة الخشبية دي في اماكن تانية نستخدمها في اماكن تانية نشيلها من هنا نحطها هنا يعني احنا مش هنرميها بقى يعني مش هتستهلك او هتبوز لا ده احنا ممكن نستخدمها ونستغلها ايه احسن استغلال قلنا مميزات الاواطئة الخشبية في حالة التقسيم المؤقت او زي ما قلت هو لمساحة في الوحدة السكنية والاواطئة بتعمل على ايه بقى ان هي بتعزل بتعمل التحكم في الاضاءة والتهوية للمكان اللي انت عزلته او فصلته وكمان بتمنع الرؤية من الخارج بتحجيبها تماما لو انت عملتها حشو او عملتها تجليد ولو عملتها برضو ازاز بس ازاز يكون من لون هو الازاز العسلي او الازاز المصنفر وفيه كمان اواطئة خاصة بتعمل ايه على عزل الصوت تمام لو عملنا الاواطئة الخشبية حسب الرؤية والرسالة بتاعتها طيب العيوب بقى بتاعت الاواطئة ديت ايه قال لي ان هي مكلفة نسبية نظرا لارتفاع سعر الخيمات يعني ممكن تكلف لان سعر الخشب غالي او في الزيادة على طول فبالتالي بيكون سعر الخشب ممكن يكون اغلى من بناية جدار الطوب بتحتاج لصيانة دورية والحرص في التعامل والمحافظة عليه لازم تحافظ عليها طبيعي لان الخشب ما هوش زي الطوب يعني في الركن وفي الزق وفي الدق وفي الخبط وفي الرازع مش هينفع يبقى احنا لازم برضو نتعامل معها ان هي خشب نحاول نحافظ عليها زي ما انت بتحافظ على باب الشقة كده هتحافظ على الاطوع الخشب او باب الاوضة بتاعتك دي اشكال الاواطيع هي زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بنقول ان فيه اشكال معمولة زخرفية هي بطرقة هندسية ومتفرقة بالاركت ومعمولة بازاز او بدون ازاز ان انت عازل مكان عمله مثلا مكتبة عمله ريسبشن للضيوف حاجة كده يعني فيه بقى دي عازل خالص هوات معمول حشو وممكن تعمل مكان الحشو اللي فوق ده ممكن تعمل ازاز تمام بحيس ان انت تدي اضاءة برضو للمكان عشان قلنا نوفر في الكهرباء شوية احنا قلنا نجارة العمارة نجارة دقيقة وبحر من بحور العلم لازم نستغله ونغوص فيه بقدر الامكان ونشرب كمان الصنعة من خلال وده برضو هي زي ما قلنا في مؤسسة حكومية عمل اواطيع تفصل وتعزل وده بقى اطوع متحرك ومنفصل او ممكن تطبقه ممكن تشيله ممكن تحطه ممكن تنقله من مكان لمكان زي مثلا للبرافان اللي عنده دكاترة والاواطاة الخشبية مهمة جدا في نجارة العمارة ازاي ان احنا نقدر نستغل كل امكانياتنا في دراسة الوحدات الاولة في الترمي الاول في نجارة العمارة في صف الاول استغلنا وحدة التشغيل الاساسية مثلا عملنا التعاشيق بانواعها والوحدة اللي بعد كده برضو اللي التكعيب واللحمات عملنا نخبغ برضو من التعاشيق بانواعها واللحمات وقرص المشغولات هنستغل كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها عشان برضو الناس اللي بتسأل من السادة المدربين ليه انتوا حطيتوا الاواطيع في المنهج بتاع الصف الاول لان ده تمرين كبير ما يصحش ان انت تعمله لا يصح هقولك ليه هقولك ليه بالتنفيذ وبالعقل وبالرزانة كده وهنتفق مع بعض وهنحاول نوصل لحل وان شاء الله يكون هو الحل الامس عملنا الاواطاة الخشبية في سنة اولى لانها بتضم نخبة متميزة من مجمل التعاشيق اللي انت درستها للطالب وانت كطالب درستها يا ابني انت درستها واتعلمتها وطلعت جدر فيها اللي هي مسلا تعاشيق تخدش نص على نص اللي هي ايه في الحرف وتعاشيق تخدش على نص نص على نص مثلا ديه في الحرف ايه تمام وتعاشيق تخدش نص على نص في الوسط وتعشية خد نص على نص اهو في الوسط حرف زائد وهنا في الوسط حرف تي وهنا في الحرف كل التعشيق دي هنستغلها في القطوع وايه كمان هنستغل تعشيقة نقر ولسان برجبة عدلة وهنستغل تعشيقة الشرح اللسان اللي هو المشروح لسان عدل في نقر مشروح كل الحاجات دي هنشوفها الوقت مع بعض لو تابعنا بس اهم حاجة ان احنا قلنا هنجهز لبس السفينة اللي هننزل بيه البحر لبس السفينة اللي هننزل بيه بحر نجارة العمارة اللي احنا اتفقنا عليه كل مرة ان انت تكون لابس الافرول بتاعك والسيفتي والنظارة الواقية وكل عوامل الامان اللي تحميك وتحمي ما لابسك عشان نشتغل وبعد كده طبعا انت بتكون جاهز من خلال الوحدات الاولى في الترمي الاول بين دراسة وفاهم الخمات والعدد والادوات اللي هنستخدمها وانت اللي هتجيبها بنفسك وانت اللي هتحضرها لما استاذك في العمل يقولك جهز لي احنا نعمل تمرين النهاردة اواطاية خشبية وهنعمل تعشيء كذا وكذا 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 انت بقى بعقلك وفكرك وفهمك هتقوم جاري على المخزن وانت اللي هتحضر العدد هتقول عايزين ايه لايه وايه لايه وايه وايه لايه طيب وحدة اه مخرج التعلم هو احنا اخترنا مسلا ان احنا ننفذ النهاردة اطوع خشبي اطوع خشبي بحشوات او لو انت عايز تعمله بتجليد هنقول برضو بتعمل تجليد ازاي والمتحرك هيبقى له شغلانة تانية هنقولها بس ايه في مكتطفات كده طيب النهاردة اه مخرجنا النهاردة حشو يعني اطوع بحشوات خشبي لو جينا نشوف التفاصيل بتاعته والقطاعات بتاعته هنرجع بس مع بعض عشان المؤيسة اللي انت عملتها مع مدرس المعارف تكون انت على ضرية بها وفهمها كويس قوي ان حل التحليقة الخارجية هيبقى عشرة في سبعة ونص مقارب لعرق الخشب بالزبط مقارب لعرق الخشب بالزبط ان الايم بتاع التحليقة الرأسي هيبقى عشرة في خمس زيه زي قويم الباب بالزبط تمام يبقى ده حاجات اساسية هتبقى الروس برضو العليا والوسطى في اي اتجاه او حتى السفلة برضو هتتعمل من قطاع عشرة في خمس يبقى نحط معايير اساسية طب لو عملنا حشوة يبقى هنعمل الحشوة اما من بوصل لربع اللي انا قلتلك عليها اللي هي سنتي وتمنمية خمسة وسبعين اللي هي بنقول عليها ايه سنتي وتسعة من عشرة اللي هي بوصل لربع او نعملها من قطاع بوصل اللي هي اتنين سنتي وايه براف اتنين سنتي ونص احنا عارفين ان البوصل اتنين سنتي ونص والاتنين بوصل يبقى خمسة والتلاتة بوصل يبقى سبعة ونص والاربع بوصل يبقى ايه عشرة سنتي وهكذا وانت ماشي طيب القطوع الخشب ده هحتاج له ايه هحتاج له اربع قطع اتنين رأسيين ليه قوام حلق التحليقة واثنين افقيين واحدة عليا واحدة سفلة هنحتاجها عشان رؤوس التحليق اتبعنا قواعد الامان يبقى احنا الوقت احنا هنعمل اطوع فين حدد المكان خد بالمتر وقيس بالسانتي وبالملة كمان العرض والارتفاية تمام عشان نحدد مقاساتنا بالظبط وكمان نحدد المقاسات دية ونرسمها رسمة مفيش مانع ان احنا نرسمها رسمة اهو رسمة خفيفة بس كروكي عشان نقول احنا هننفذ ايه اذا الاطوع مثلا يعني الارتفاع ده هوت هنقوله مثلا وليكن 3 متر اللي هو 300 سنتي 3 متر او 300 سنتي نجيب مثلا الم اكبر من كده شوية اهو 3 متر يعني 300 سنتي اهو والارتفاع ده هو نقول مثلا وليكن 3 متر ونص يعني الراس ممكن تكون اطول من الاوائم ايه المشكلة ما فيش مشكلة خالص تمام طيب لو حددنا كده مع بعض اهو اذا ايم التحليق اهو اللي هو 7 ونص في 10 اللي هو ايه تخنته 7 ونص والارتفاع ايه 10 اهو وهذا كمان رؤوس التحلاء من فوق انا بس اخدها بس بصورة عشان تبقى انت ايه واصلك طيب انا هعمل نهوت بس نهوت اتنين رأسين كمان واحد هنا اهو وكمان واحد هنا اهو قائم رأسي وهاخد اقسم المسافة حشوات مثلا ولتكن مربعة من فوق ومربعة من تحت وانت قلت لازم تصمم يعني ومش انت بتعمله خلاص قلنا لازم تطراعي شوية معايير اللي هما ان يكون الحاجة جميلة ومتمسكة والتعشيء ثابتة وما تفكش من بعضها كمان يعني القوة والتحمل يبقى انا عملت هنا حشوة فوقها هي مربعة وهينا حشوة تحت هنا مربعة بس هنا في الحالة دي هلغي دي عشان اعمل هنا ايه باب يبقى انا هلغي انا رسمتها لك في الاول وبعد كده لغيتها هوت عشان وانا في المؤيسة يبقى دي ما هلغي تمام يبقى انا عندي هنا رأس ثابتة وطولة هيت لو انت عملت لها المؤيسة تعملها نفس طول الرأس اللي فوق دي ونفس الراس اللي تحت يبقى هنا اتنين في العدد دول اتنين في تلاتة متر اللي انت هتزود لها الضفر مثلا يبقى اتنين في تلتمية وعشرة 2 في تلاتة وتزود في كل حاجة فهنا 5 سنتي من هنا ومن هنا يبقى عشرة يبقى اتنين في خمسة يساوي عشرة زائد التلاتة متر يساوي ايه تلتمية وعشرة يبقى قويم التحليقة هيبقوا كام؟ 310 وانت بتعملها في المؤيس تمام؟ طيب رؤوس التحليقة اللي فوق 3.5 هتزاود 2.5 الشمال و 2.5 يمية يبقى 5 سنط يبقى 3.5 يبقى 3.5 هي مراجعة بس خفيفة على اللي انت خدته من مدرس المعاد رؤوس التحليقة طيب هو قال لي ان قيم التحليقة او راس التحليقة معمولة من القطاع 7.5 اللي يصف على 7 السمك بتاعها يصف على 7 وانا كمان مفرز فيها سنط عشان ادخل فيها الايم يبقى قلت معايا بقت 6 سنط يبقى هنا 6 وهنا 6 يبقى 12 12 من 3 متر ونص يبقى 350 ناقص 12 يتبقى كام؟ 2 من 10 8 برافو 8 1 من 4 3 ادي 3 يبقى 338 يبقى دي كام؟ يبقى 338 اضف عليها ازود عليها ايه؟ ازود عليها الضفر بتاعها اللي هو 5 سنطي في الروس يبقى 5 سنطي اللي هو 2.5 و2.5 يبقى 3 440 343 سنطي عملات حسابية بسيطة جدا المهم ان انت تعمل المؤيسة زي ما احنا اتفقنا الحاجة القائم اللي فيه نقر بتزود 5 فوق 5 تحت الرأس اللي فيها لسان بتتزود 2.5 يمين و2.5 ايه؟ شماية عشان الضفر عشان الضفر زي ما اتفقنا قلنا اصابعك من غير ضفر ما فيهوش حماية يبقى ممكن يتصاب ممكن يتعور ما تقدرش تمسك بيه اي حاجة طيب في الرسمة اللي انت رسمتها على اساس التخيل بتاعك ما انت لازم تكون فنان وماهر فيه تخصصك لازم انت اللي تبدع عشان كده هيجي لك شغل كتير لان ما تقفش على نمط ثابت ما ما تقفش على نمط واحد انت تقدر تشكل وتصمم وتتحرفن في الابداع كمان ان انت تطلع شغلتك في ابها صورة وفي اجمل صور طيب يبقى هنا انا هعلمك النهاردة او انت هتتعلم معي ومع مدرس المهارات ازاي هتعمل اطوع خشبي بس طبعا مش هنقدر نعمله كامل او هنقدر نعمله نافع او عشان مفيش عندنا المكان اللي اللي نعمل فيه ايه الاطوع فبالتالي هنقدر نعمل نموذج صغير حتى لو بربع او خمس او سدس او سبع الحجم الطبيعي مفيش مشكلة المهم ان انا اعمل التعاشيق بتاعة الاطوع صح ويطلع التعاشيق تطلع التعاشيق مزبوطة وكمان يطلع التمرين تمام ومستوي ومزبط على الزاوية القايمة ما هو لازم شغلك يكون موزون عشان لما تيجي تسبت على الحيطة برضه تستعمل ميزان المية وهيجي المهندس اللي وراك يتابع ويراجع يقول لك او انت شغلك عشرة على عشرة الله ينور عليك تمام كده مية مية مش عايزين حد يطلع وراك غلطة طيب ننفذ الاطوع الخشبي ازاي احنا اتفاقنا ان احنا نعمل اطوع هو بتلت مربعات تلت مربعات فوق حشوات وحشوتين تحت همت والباقي دا هيت هنسميها ايه باب هنعمل في الخانة الطولية ديت مجموعة دي مع دي اللي في النص هنعملها ايه باب طب احنا خدنا ابواب في سنة قولة لا انت مش مطلوب منك ان انت تنفذ باب بس هنعلمك ازاي تنفذ باب لو حتى صغير مش مشكلة هنعمله مع الاطوع بحيث ان انت عشان لما تبقى في سنة تانية هتشتغل ابواب وشبابيك يبقى انت عندك خلفية او عندك فكرة الابواب بتتكون مكونات الباب ايه والتعشيء الدخلة في ايه وهو الباب ده تجليد ولا الباب حشو احنا قلنا هنا احنا بنعمل اطوع ايه حشو خلي بالك يبقى لازم الباب يكون ايه حشو من نفس نوع الخشب طب لو عملنا باب تجليد برافو يبقى لازم يكون الباب ايه تجليد عشان النمط والسياق والتصميم والفن والابداع يظهر كله صورة واحدة ما يبقاش في اختلاف ده انا قلت لك كمان ان الباب ده هو يكون تقريبا شكل باب الاوضة اللي جنبه اي باب مجور له يكون الباب القطوع يكون مناسب له ويكون رسمة القطوع كمان مناسبة ليه اه شكل الباب اللي جنبه ليه عشان تدي اه انطباع جيد عن شغلك وعن اه التنسيق والجمال والابداع اللي انت شغال بيه طيب يبقى انا هشتغل هنا ايه حشو اطوع سابت بقوايم ورقصية ورقوس عرضية او افقية وهنعمل بينهم ايه حشوات طب لما نعمل حشوات هنحتاج نعمل ايه برافو هنعمل مفحار عشان نسقط فيه الحشوات طب وهنعمل طب افرض انا عايز امور ديت اسيبها ازاز يبقى انا هعمل ايه هقدر اعملها بطريقة الصعيط لا اعملها بطريقة الافريز والمصمر والمعجون او نسبت الازاز بايه بالباكت خليك فاكر المعلومات اللي احنا قلناها قبل كده طيب بعد كده هننفذ ايه هننفذ ايه مصر هننفذ مع بعض اهوت هنقول بس هنرجى مع بعض نبص كده نشوف القطعات هيت وقلنا ان احنا هنكمل اه كل القطعات ديت من ايه هنجهز العدد ادخل بقى يا بشا يلا يا محمد يلا يا محمود يلا يا سيد يلا يا يوسف يلا يا فخري يلا تعالى ادخل يلا جاهز لي العدد او الادوات اللازمة للاطوع هتجيب لي ايه برافو هتجيب لي المتر عشان نقيس بيه وهتجيب الزاوية عشان نعلم بيه وهتجيب الشنكار عشان نحدد بيه تخنات الالسن والتعشيق وهتجيب السرق عشان نقطع الاطوال المناسبة وهنجيب الدقماء عشان ندق على الازميل او المنقار وهتجيب سرق الظهر عشان برافو عشان نخدش والسحقة برضو عشان نخدش وايه او عشان نجاوز الفتاءات والتعشيق وبعد كده هنحتاج الفارة في عملية التشريف طب وانا بركب طب الازميل اهو معنا برضو والمنقار طب وانا بركب الشغل بعد خلص خالص بتأكد ان شغلي مزبوط بالزاوية القايمة وبعد كده ساعة التركيب بستعمل ميزان مياه لو بصنا على ميزان المية بص هنا اهو وزنة وهنا وزنة وهنا وزنة على كل اتجاه هتلاقي وزنة بحيث ان انت يكون شغلك مزبوط بحيث ان المية تكون ايه الفقات المية تكون ايه برافو تكون في النص بين الخطة لا يكون ماء اليمين ولا شمال ولا يكون الماء اللي جوه ولا البر يبقى شغلك عيد المزبوط وطبعا هنقول ازاي هنسبت طيب احنا عملنا بناء على الرسمة مؤيسة اللي احنا جهزناه وجهزنا الخماتور الصناع عايزين كم ايم للتحليقة الخارجية ايمين قطعهم سبعة ونصف عشرة اللي هو كام تلاتة بوصة في اربعة بوصة عايزين كم ايم للتحليقة نفسية واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة الاربعة دول كطعهم كام عشرة في خمسة لهم ايه اربعة بوصة في اتنين بوصة مصمم من انا اكلمك بدي وبدي بالبوصة وبالصنط عشان اه اه اتكرار بعلم الشطار اللي زيكم تمام تمام يبقى يبقى انا عايز اربعة قوائم رأسية للتحليق وعايز اللي هي التحليقة الداخلية وعايز قوائم الحلق للتحليقة اللي برا اتنين وعايز رؤوس الحلق للتحليقة اللي برا اتنين وعايز تلات روس للتحليقة الداخلية طول واحد بعرض عشرة وبسمك ايه خمسة سنطي نفس الاوائم اللي هي الداخلية وهعوز راس بس بنقص الحتة اللي فيها القايم هايز ديت واز ديت واسمها مسلا اتنين روس اه وسطة اه صغيرة اسمها اغير المسمى بتاعها على اساس ان انا اميز ديت من دي والمهم في كل حاجة ان انا اخد الخشب ده بعد ما فصلته باستخدام سرق التمساح او المصر واقف معايا وشتغلت مسلا مكنة الصينية او مكنة منشار اشتريت وقصت كل التخنات لو هي مسلا الواح كبيرة او لو الواح صغيرة هعمل منها النموذج بتاعي اللي انا هعمله دلوقتي ماشي بس يكون حد واقف معايا بحيث ان انا حتى اه لو اخطأتي الحاني او يقول لي كده غلط او اصحح ايدك او يزوق ايدي او يبعد ايدي عن مكان الاصابات لقدر الله تمام هنعمل عملية التفصيل والتصفية باستخدام يا اما فارط اللقط وفارط التشريب عشان يسوي الخشب يا اما هناخد الخشب كله مجمله ونمسح عربوه ولوح لسه كبير قبل ما نشؤ وناخد نمسح ونصف بقى على التخانة برضو هو كبير وبعد كده هناخد نشؤ فين على المنشار بتاع الشغير تمام وعشان نطلع العروض والتخنات الصغيرة اللي هنعمل منها او لان لو بصنا مثلا انها هتلاقي العروض والتخنات صغيرة اذا انا عامل نموذج من ده هنروه لكم دلوقتي وقال لكم انا عملته ازاي وانت هتعمل احسن مني كمان تمام طيب يبقى الباقي بعد كده ايه ابص على كل حتة قدامي واعتمدها ايه شنكاش ابص كده دي حلو ولا وحشة لا دي وحشة الحرف ده حلو اه نعتمده شنكاش الوش ده حلو نعتمده ايه شنكاش واتفقنا يعني ايه شنكاشة اللي هو خط متعرج بيميز لي الحرف او العرض او الوش اللي هيبقى مراية الضلفة وش الضلفة اللي هيبقى باين للزبون اللي هيبقى باين لأي حد جاي الله ايه شغل الجميل ده ادار العوبة اخلىها في الخلف لو في بيز لو في عقدة لو في اي حاجة اخلىها في الخلف تمام تمام طيب بعد كده هستعمل ايه في عملية العلم والكتابة برافو هستعمل زاوية قيمة وهستعمل متر القياس وهستعمل الالم الرصاص بتاعي هعتبر ان انا ده القلم الرصاص بتاعي عشان يظهر معايا في عملية العلم طيب الاطوال هعمل يعلم ايه الاول هعلم القطوع الخشب الداخلي الاول القوائم وبعد كده الروس يبقى القطوع الخشب الداخلي لا طب قوائم التحلال الخارجية لا سيبها سيبها دلوقتي خالص لما تخلص القطوع بتاعك ويبقى جاهز الهيكل بتاعه كله كامل ومتماسك ومترابط وعملته كل العملات الصناعية اللي فيه المطلوبة بعد كده هنفذ الاطار الخارجي او التحلال الخارجية او الحلق الخارجي ليه القطوع اللي هيتسبت في الحيطة وهنسقط القطوع الخشب اللي احنا عملناه في الافريز اللي احنا او المفحار اللي احنا عملناه في منتصف عرض قايم التحليقة ورأس التحليقة من كل ناحية تمام ماشي طب انا بعلم التعاشية يبقى العظم كله عندي الداخيل ده واحد يعني ده عشرة في خمسة ده عشرة في خمسة ده عشرة في خمسة كله عشرة في خمسة هو كله عشرة في خمسة الخارجي بس اللي 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 انا سيبته للاخر اللي هو سبعة ونصف ايه في خمسة خلي في عشرة خلي بالك التحلال الخارجية معمولة من قطاع 7.5 في 10 إنما ده هنعمله إيه؟ 5 في إيه؟ 10 اللي هو بيقوله عليه 2 في 4 بوصة أو 4 في 2 بوصة مش هتفرق إن إنت تقدم العرض عن السمك عادي تمام؟ طيب أنا هقيس الأطوال بتاعتي بالمتر وهحدد البعد الحقيقي للأطوع أنا عايزه كام بالزبط اللي هو كام؟ هو من بره بره أو نجرته بالحلق أو بتحليقته من بره 3 متر نقص منه 6 و 6 كام؟ 12 برافو دي في العرض 12 12 من 350 طلعت كام؟ 338 هو ده اللي أنا عايزه وبعد كده سيب الضفر من ناحية الشمال وقيس الضفر من ناحية الشمال وبعد كده إيه؟ 338 وبعد كده سيب بقية الضفر إزاي ما تبقى بقت أربعة بقت أربعة ونصف بقت خمسة بقت أقل بقت أكتر أنا مليش دعوة المهم من أنا عندي يكون هنا ضفر وهنا ضفر أقسم الضفر إيه؟ على اتنين وأقس المسافة المهم 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 بشوف أنا بكرر كلمة مهم كمان إن المسافة اللي أنا عايزها اللي هي الداخلية المحصورة اللي أنا عايزها تطلع الطول أو البعد الحقيقي للأطوع يكون هو الطول المطلوب اللي هو 338 ده بالنسبة للعرض طب بالنسبة للطول هو كان 3 متر هتنقص منه كم؟ برافا هتنقص منه 12 12 من 3 متر يعني 300 كم؟ ها؟ 288 لو قلنا 3 متر هتنقص منهم 12 2 من 10 8 1 من 9 8 يبقى 288 سنطي يبقى قوايم الرأسية ديت هتبقى معايا كم؟ طولها الحقيقة 288 سنطي وهتزود لها ضفر خمسة وخمسة يعني عشرة يعني 298 سنطي هقيس خمسة الأول بعد كده اقيس 288 بعد كده سيب المسافة اللي باقية زي ما تبقى بقت خمسة بقت اربعة بقت تلاتة بقت اتنين ونص بقت اربعة ونص أي مسافة ده عندي مش قضيه تمام؟ طيب يعني لازم يكون عند البعد الحقيقي للعرض والبعد الحقيقي للارتفاع ماشي طيب انت انت بقى هتشغل عقلك هتنفذ تعشيق ايه اللي هنفذ مثلا وليكن تعشيقة تعشيقة هنا تعشيقة نقر ولسان برجبة عدل مثلا او بتعشيقة نقر ولسان برجبة ميل اللي انت عايزه انت حر التصرف المهمة تعمل تعشيقة متماسكة او ممكن اعملها تعشيقة شرح لسان مشروح ماشي المهمة تكون متماسكة ومتربطة ويكون في قوة وتحمل ويكون كمان يقدر يسندك الاطوع مش مش ان انت تعمله كده وخلاص انه هو يداري لا انت هيبقى عليه احمال بس انت تحافظ عليه قدر الامكان زي ما اتفاقنا ماشي طيب عشان ما نقعدش نعيد ونزيد كتير هنتكلم مع بعض بالتعشيقة اللي انا عملتها لكم ليه الاطوع لو اتكلمنا مع بعض ده شكل الاطوع الرسمية لو انت بصيت للرسم اهو لو بصيت للرسم بصيت ليه الاطوع هتلاقي نفسه تقريبا هنا رسم كروكي ما احنا قلنا هنرسم كروكي بحيث ان احنا نقرأ برافو نقرأ الرسم يبقى هنا هعمل حشوة فوق اهيه وحشوة فوق اهيه وحشوة فوق اهيه وممكن اعمل ديت ايه ازاز تمام حسب البعد اللي عند او حسب الخامات اللي عند طلعت حشوة مربعة طلعت حشوة مستطيلة مفيش مشكلة دي طلعت مربعة دي طلعت مستطيلة برضه مفيش مشكلة حسب التصميم اللي يترأى لك نفذ المهم عندي وانت بتنفذ ان انت تكون جدير في تنفيذ التعشيقة اللي هتدي لك القوة والمتنة والصلابة وهتعمل لك كل العملات الصناعية الداخلية. ساعدك عليه. ازاي? انا عملت هنا مسلا. انا استغلت مجموعة من التعشيق. لو بصيت هنا معايا. مش عارف الكاميرا هتجيب ولا ايه? لو بصيت هنا معايا في الجزء ده هنلاقي هنا لسان مشروح. اهو. هنا شرح فوق اهو. لو بصينا كده هنلاقي لسان مشروح. صح. يعني انا شارح دوه. يعني نقر مشروح هنا. وعمل لسان هنا ايه? كامل. ما شلتش منه ركب ولا حاجة. طب هنا معمول لسان مشروح بس في المنتصف. يعني انا مفرق. يعني انا مفرغ هنا هو. انا مفرغ هنا هو. خلي بالك بنتي هنا شفة وهنا شفة. مفرغهم. واللسان بتاع التانية بتاع الراس ماشي معايا هو. واضح? يبقى هنا. لسان مشروح عدل. هنا لسان مشروح بس في منتصف عرض ايه? الراس. هنا نفس الحكاية برضو نفس الحكاية هو. لسان مشروح اهو في منتصف عرض الراس. تمام? طب هنا برضو نفس الحكاية اللي انا عملته هنا عمله ايه هنا? ما لازم يكون فيه تناسق في الشغل. اهو. التعشية دي نفس التعشية الاولانية في الطرف. يبقى الطرفين زي بعض. والنصين زي ايه? بعض. طب بعد كده. في الناحية التانية لو قلبنا مع بعض اهو. هلاقي نفس الحكاية اهو. ما خلفناش. واحدة تحت واحدة فوق. اه. هنا اهو اللسان المشروح اهو. اللسان المشروح اهو. تمام? وهنا اهو في النص اهو. انه كنت دي اوضح شوية. والشفتين برهم. سقطة فيها. تعشية متماسك اهو. اهو. جامد اهو. ماشي اهو. يبقى التعشية دي زي دي. يبقى لو في عندك قائمين رأسيين دواخل. تلاتة اربعة خمسة ستة يتعملوا زي بعض. طيب الطرفة او الاطراف من هنا من من عليمين او من على الشمال من ناحية التانية. برضو يكونوا ايه? زي بعض. عشان انت هتعلم دول مع بعض. كل دول هيتعلموا مع بعض. بس نوع التعشية هو اللي ايه? هيختلف. طب افرض انا عايز اعمل دي نقر. اعمل هنا نقر في الراس. وهنا لسان. ما فيش مشكلة. ينفع? اه ينفع. بس لازم تعتمد على حتة القوة والمتانة. لو كتر التفريغات في الروس. هيضعفها بلاش. يعني عشان تبقى ايه? يبقى التعشية بتاعتك سليمة ومتينة. طيب. يبقى انا عملت الايمين. اوام التحليقة الداخلية هوت من هنا ومن هنا. ونقرت ولسانت في الروس. يعني نقرت في الاوام ولسانت في الروس. ده انت عامل كمان تعشيقة هيت. قلنا عليه. اه ده تعشيقة سهلة جدا. اللي هي تعشية ايه? هنا نقر ولسان. وهنا عامل نص على نص. انا رابط هنا بمسامير يا ولاد. عشان تمسك التعشية مع بعضها عشان ما تفكش. مكان مصمر الخزام. مكان مصمر الخزام. بص هنا معي دي تعشية خدش نص على نص اهيه. ودي تعشية خدش اهو. اللسان ماشي معي اهو. خدش نص على نص. مش انت خدت خدش نص على نص في الترمي الاول نفذ. بس من الناحية التانية لو لاحظت هنا هيقوم معمول لك ايه? يقوم معمول لك هنا ايه? نقر اهو. نقر ولسان اهو متفرقة. اللسان طالع من قلبه النقر اهو. تمام? هنا نفس الحكاية لسان اهو. طالع من ايه. يبقى فاكر تعشيقة نقر ولسان. اللي هو حرف تي في الوسط من غير اللي هو كنا بنقول عليه فرس من غير الفتاءات? اهو دي عامله. تمام? طيب فرض ان انا عايز اعمله بفتاءات. لو هو لو هو العظم كبير معايا. القطاعات دي كبيرة زي الطبيعة اللي انا عايزها. هعملها بفتاءات. لازم اعملها بفتاءات عشان الشغل يطلع. كويس. بس هنا عشان اعمل فتاء صغير وهنا فتاء صغير هيضعف معايا شوية. يعني انت تقصد تقولي ان انا ممكن اقدر استغل جميع او مجمل العمليات الصناعية اللي انا طلعت فيها جدير في الترمي الاول. سواء في عمليات التشغيل الاساسية اللي هي اخدش ونقر والسان او التجعب واللحمات في موضوع القطاع. اه. ما اللي احنا حطينا القطاع ليه? ما هو دي السؤال? اللي احنا سألناه في اول الحلقة. وقلنا انتوا ليه حططونا الاواطع? ده الاواطع دي بتتحط لسنة تالت. او لسنة تانية. علشان هم كبار وهيشتغلوا كذا. لا. ما انتوا كبار برضو. كبار في نظرنا لان انت تطلعت جدير في في المخرجات. مخرجات التعلم بتاعة الترمي الاول. فانت ان شاء الله هتطلع جدير احسن واحسن كمان في مخرجات الترمي التاني. وهتراجع. شفت بقى? التغذية الراجعة هترجع معك هي في تعلم التعاشيء الاولية اللي انت تعلمتها في الترمي الاول. هتعملها لكلها في الاطوع. يعني انا كمدرس او حضرتك كمدرس في الورشة مع ابنائنا الطلبة. هتعمل ايه? هتقول تعالى يا فلان. انت اسمك ايه? اسم احمد. يا احمد اعمل التعاشيء الاولانية دي. وهسمها باسمه. يا ابراهيم انت هتعمل ديك مع دي. يا جرجس هتعمل دي مع دي. يا فلان يا عيلاني كل واحد. لا. يعني انا ممكن استغل القطوع ده. القطوع ده كله. اللي هو الصغير ده في تدريب ولادي كلهم. اه. لازم نستغل لهم. ونوزع الشغل عليهم. ان ما ابني يعمل تعشيئة انت كطالب هتعمل تعشيئة من دي يبقى اني استفاد. وانت ما تعمل تعشيئة التانية يبقى انت استفاد. وده استفاد وده استفاد وده استفاد. طب عدي كده مجمل التعشيئ اللي في القطوع هتلاقهم كتير. هنلاقهم كده يا هو واحد اتنين تلاتة اربعة. تخيل بقى ان لو في قوام رأسية كمان تديلك عدد اكبر. وهنا ايه? خمسة ستة. سبعة تمانية. خلي بالك. تسعة عشرة. حداشر اتناشر. طلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. يعني كان يعني ممكن كل طالب يقوم بدوره في تعشيئة بحاله. لوحده. يعمل التعشيئة بتاعته وتديله عليها التقييم. اه. وفي المجمل النهائي اقيم على الشغل اللي خلص كله من مجموعهم. لا ده انت كده بتعمل حاجة حب العمل الجماعي. ما هو اني لازم اكون حريص. ان انا اطلع التعشيئة بتاعتي سليمة. عشان انا هتقيم واطلع جدير. وكمان لما كون انا حريص وزميل يكون حريص. كلنا هيبقى قلبنا على قلب بعض. على قلب الراجل واحد زي انا بيقوله. ان انا طلع الشغلانة كلها ايه? مية في المية. يبقى اذا كلنا هناخد بيئة بعض. وننجح كلنا ونبقى ايه? كل واحد فينا يبقى جديد. هو ده المطلوب اسباته. طب انا عملت? القطوع الخشبي. من مجمل التعشيئ اللي انا اتعلمتها في الترمي الاول. اي تعشيئ تطرألك في تنفيذ النموذج. النموذج. بس مع توضيح بسيط من السيدة المدرسين او المدربين للمهارات يقول له الافضل ان انا اعمل تعشيئة كزي. او الافضل ان انا اعمل تعشيئة كزي. هنا اعمل ايه? وهنا اعمل ايه? وهنا اعمل ايه? وهنا اعمل ايه? وهنا اعمل ايه? طب بعد ما عملت التعاشئ ديت لازم أجمع طب استنى سنية واحدة قبل ما أجمع ماذا أصلنا عشان أجمع أو أفيدك وعمل طيب ممكن أجمع تجميع أولي وأسمي أوراكم أنا قلت هنسمي دي مثلا وليكن محمد وهنا إيه محمد وجمعته هنا يوسف هنا يوسف هنا فتحي هنا فتحي أسمي آه ايه المشكلة هنا ياسر هنا ياسر هنا تامر واحد كزا التعاشئ دي بروحين آه بروحين أسمي واحد تاني ايه المشكلة لو في تعاشئة معمولة نص على نص ايه المشكلة او نصاصي ايه المشكلة أسمي التعاشئة الاتنين عادي خالص تمام طيب يبقى أنا برقم ليه أو بسمي الأسامة ديه بدل ما أقول أسامة أعمل مسلس أعمل نجمة أعمل رموز أعمل أرقام بحيس إن أنا لما فك التعاشئة أفككها من بعضها أنا مش مصمرة على فكرة هي مسكة نفسها والله من غير مسامية أنا أنا رابط بس الاربعة تعاشئة الداخليين ده همت عشان هم اللي يمسكوا الإطار ودول أصلا أنا لو دقيت عليهم بالوقتي هفكهم مش مترابطين خالص مش مسكين يعني هم مسكين بحرفانة التعاشئة إن هي متجمعة صح اللسان مش تخين قوي عشان ما يفلقش النقر ومش مهوي خالص عشان ما يفكش مني ويقع كل شوية ويبوز للدني وحتى كمان هيعمل لي إيه؟ هيعمل لي فتلة وأنا بلم أو بجمع أو بخزم في النهاية على الزراجين مثلا هيقوم عامل لي فتلة وتقوم إيه؟ محرودة تقوم وعمل أرن تعمل فتلة ما تقدرش تزبط معاك ما تديش لك العدلية بتاعي طيب اللي اضفار اللي لسه باينة هقصبها في النهاية طب قبل بعد ما جمعت أو فكت هو تأعمل حاجة اسمها إيه؟ مفحار أعمل حاجة اسمها إيه؟ مفحار لو بصنا هنا أهو هلاقي هنا مفحارة هو ميجرى هي المصارة ماشية في إيه؟ في ميجرى هي نفس الحكاية هنا هي نفس الحكاية تحتها يبقى الحتة الوحدة تتخذ مرة واحدة يتعمل فيها إيه؟ المفحار لو كده باين أهو المفحارة والميجرى هي الميجرى لا ينزل فيها طب المفحار ده هيبقى عرضه كام؟ هو عمقه ثابت سنطي طب عرضه كام؟ هيبقى عرضه حسب كشف الحشوة اللي انت هتكشفها لو انت كشفت حشوة طب يفرض ما كشفتش الحشوة هتعمل الحشوة مثلاً من آآ آآ تخانات قليلة بحيس ان انت تنزلها مرة واحدة على ابوها خلاص يبقى انت تعمل نفس المفحار على نفس التخانة بتاعت اللوح الحشوة اللي انت هتسقطها على طوال يعني لو هي سنطي يبقى سنطي لو سنط ونص يبقى سنط ونص المفحار بتاعك لان انت عندك العظم كبير انما في النموذج انا هنا هعمل ايه جايب حتة قبل كشف صغيرة ان انا هنزلها فين في المفحار بتاعي ده هو اهو نزلت في المفحار ايه ماشية ايه خلاص ماشية برضو مش ماشية عيمة ده ماشية ايه بالعافية على اساس ان هي يدوبك ان هي انتخانة المفحار او عرض المفحار على قدها بالظبط يبقى شمي بهوى واسع بحيس ان هي تعد تلق في اي حركة وتعد تعمل ضوضاء لا مش عايز ان الكلام ده لازم تكون حتة منين من الاطو يبقى عملت المفحار وسقط بقى جهاز الحشوات بتاعتي سويا اخد كل حشوة على ابوها قيس البعد الداخلي ده كان بالظبط بالمتر او اعمل انطلاق كده بالمتر وازود قيمة المفحار الداخل الجوة وقيس الطول بتاعي وايس كمان برضو العرض وعمل انطلاق يبقى نيس هنا الطول عملته انطلاقة اهو وايس برضو العرض هنا بالنسبة للحشوات اللي هي زي بعضها هنا اهي وايس كده برضو ودي سنة اللي هي بتاعت داخلة المفحار ودي هنا ايه انطلاق يبقى دي على العرض ودي على ايه البعد بتاعي ماشي يبقى هنا هو ده طول الحشوة وده عرض الحشوة الصغية طب هنا برضو نفس الحكاية اعمل انطلاقتين اللي ديت ولدي. هنا اعمل كم انطلاقة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي بعنا. هنا في المربعين الكبار دول هعمل اتنين بس. وهنا حاجة تالتة في النص. لا ده هنا هعمل لسه حل. هعمل هنا حل عشان اركب باب. وانا هعمل باب ايه المشكلة? اجيب برضو عطمو صغير زي ده هو. واعمل تعشيق تكون لايه? باب صغير. يركب هنا ويفتح ويقفل ما بيش دائما بيش منع. ان انا اعمل مفصلتين. اجيب مفصلتين صغيرين? واقول له طريقة تركيب المفصلات بتاعة الباب ازاي? بحيس ان هو يكون رايح سنة تانية جاهز. وعارف ايه اللي بيتم بالزبط عشان يبقى جدير في مخرجات التعلم اللي لسه هدين. طيب افرض ان انا مقدرتش اعمل الباب للاطوع. ما فيش مشكلة. اعمل الاطوع بس واعمله الحشوات باي طريقة ممكن. الخشب ده ممكن اكون لقيه. ممكن اكون اه يكون عندي بايت مسلا في البيت او 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 ماركون من زمان خدته. واصرفت فيه وعملت منه تعشيق. ممكن اجيبه خشب كسر صالح. خشب كسر صالح من المدرسة. ورتب امور كده على التخنات اللي تنفع. واعمل منها برضو ايه? النموذج. طب انا هعمل نموذج واحد. للمجموعة الواحد ايه? حسب الخيمات اللي عندك. ممكن اعمل نموذج واحد او اتنين او تلاتة. للمجموعة. طب للفصل يبقى اضرب في اتنين. وانت اه طبيعي السادة المدربين هيكونوا ايه? متابعين اول بول عشان عمليات التقييم اه تكون ملاحز كل خطوة من خطوات التنفيذ. طب انا عملت الاطوع. وعملت المفحار. وحالة السوك دي. حالة السوك دي. وهو لازم يكون في حلية. وسقط الحشوات. وبعد كده هعمل عملية التخزيم. طب نتابع كده مع بعض. نشوف هو انا عملت اهو عملية الكتابة. لو راجعنا هنا. نشوف عملية الكتابة باستخدام المتر والالم الرصاص والزاوية القيمة. حطت الاوام جنب بعضها. ميساوه من ناحية الشمال. عامل كل اه خطوات مزبوط. اه المتر ماسك الايمين مع بعض او الرصين مع بعض زي ما انا عايز. بحيس ان انا اطلع الشغل كله زي بعضه. لو في عدد اكبر من الاوام بمسكهم كلهم مع بعض. بدل الزاوية هتجيب. ان الجناح الزاوية طويل هيجيب. اجيب الاوام كلها مع بعضها. او نصها حسب ما جناح الزاوية يجيب. الام رصاص مبري. متر قياس مزبوط. بقيس الاطوال. اقيس الضفر الاول. بعد كده اقيس. من هنا لهنا. الخط ده للخط ده. الطول الحقيقي اللي انا عايزه. ومن هنا لهنا اقيس العرض الحقيقي اللي انا عايزه. تمام? اهو بحدد بقى عرض التعشيئة. انا هعمل التعشيئة فين? الخط ده اللي انا هاخدش عليه. لازم يكون مزبوط وعدل يكون جناح الزاوية. شوف ايد مسكة الالم الرصاص. والايد التانية مسكة الزاوية. ومزبطاها. وبعد كده اتكت هنا على اساس ان هي تثبت لي بقى مع دي. يبقى هي كده مزبوطة. تدي لي زاوية قايمة تسعين درجة ما تقلش ولا تزيد. تمام? بعد كده هعمل عمليات الصناعية اللي اتفقنا عليها اللي قلنا هنعمل عملية نقر والسانبروك بعيد لفين? وهنعمل فتاة ولا مش هنعمل. هنعمل ه تنهيد ولا هنعمله آآ بفتاة او فرسي زي ما زي ما انا عايز. بعد كده في عملية النقر هستخدم منقر وهستخدم دقماء او هستخدم آآ ممكن اللي بنستعانة بالاستاذ بتاعي استخدم مكينات مفيش مشكلة. ببنتة صغيرة اقدر انقر الاطوع عادي بحيس ان انا اقدر برضو اخد مهارة آآ العمل على مكينة النقر او المنقر الافقي. بعد كده آآ بربط الروس. بربط الروس على الفتيلة بتاعت البنك وان ما كانش فيه فتيلة بجيبها نفتيلة حديد ولا حاجة بربطها واربط عليها الشغلة بتاعتي وابدأ اشرح. ولازم يكون فيه نسبة وتناسب بين آلة الشرح وآآ عرض او قطاع القطعة الخشب اللي انا بعمل آآ شرح فيها. يبقى دي سحقة صغيرة على اساس ان دي صغير برضو او العرض والسمك عندي هنا صغير. فبس انا ودقيقة برضو سننا دقيقة السحقة. وآآ بستخدم كل العملات الصناعية. اهو اتفقنا ان احنا عملنا هنا هنا اللسان مشروح في الزاوية اهوت اللي احنا عملناه. وهنا اللسان مشروح فيه نص. اهو نص العرض اهوت. تمام? يبقى فيه اشكال متميزة هيت واشكال متنوعة من التعشيق. هنا عملت تعشيق اتخدش نص على نص في الوسط اللي هي كنا اخدناه واسمناه حرف زائد برافو. هنا ازاي باخدش اهوت بسحب استخدام السحقة. وطبعا ساند هنا على ايه? على خدام البنكة هو. دي الخشبة دي الكبيرة دي اسمها خدام بنك. هقول اللي قلنا عليها اسمها حمار بنكي مفيش مانع. تقول خدام تقول حمار بنكي مفيش مانع. آآ ده مسلا شكل التعشيق اللي احنا عملناها. هنا لسان. هنا لسان آآ في منتصف العرض اهوت. اللي هو لسان ملاسة اهوت. آآ اشكال حلوة خالص من التعشيق ممكن تستغلها. او اكبر قدر من التعشيق. ممكن آآ اخدش من هنا وطير الحتة دي بالازميل اللي هو نموذج. مفيش مانع بالازميل. بس اراعي كل المعايير بحيس ان انا آآ الامن والسلامة ان انا ما اتعورش. او عشان برضو قطعة الخشب ما تتصبش باي ازة او تتفلق مني. او طبول. كل الحاجات دي لازم اراعيها. طبعا الازميل هنا اهوت. وهنا حتة الخشب. وازاي انا بفرغ اهوت الحتة التعشيق الخدش اللي في النص. آآ هنا هاعمل اقولنا تعشيق برضو ممكن اعمل تعشيق خدش نص على نص في الحرف. في حالات معينة. مفيش مانع. هنا برضو هي ازاي ربطت على الفتيلة واستخدامت. هنا تعشيق نقر ولسان برجبة عدلة. فرسي. ما فيهاش فتاقة هوت اللي احنا قلنا عليها. وهنا تعشيق نقر ولسان حرف في تي فرسي. او راس وسطة فرسي. تقول دي او تقول دي. عملنا المفحار باستخدام فارط المفحار. بلاش نستخدم الماكنة الوقت ماكنة الحلية. لان ماكنة الحلية من اصعب الماكينات وممكن تسبب اضرار كتير. آآ جهزنا الحشوات سواء من قبل كاش او من اخشاب آآ فضلات عندك آآ حاول تعملها بالراحة كده بالفارة وتزبطها وتسقطها. وبعد دي شكل مثلا للحشوة والمفحارة هوت والحلية. بعد كده جمعنا وحطينا الحشوة. وبدأنا ندق الاسفين بالغيرة. وبعد ما دقينا الاسفنين اللي برا دول هندق ايه مصمار الخزام. في النهاية خالص بنقصب الزيادات او الاضفار اللي اللي احنا كنا سيبناها اللي هي اتنين ونص واتنين ونص او الحاجات اللي احنا قلناها عليها او خمسة وخمسة في الاوايم. دي هتتقصب بقى عشان تديني البعد الحقيقي للقطوع الخشبي. بعد كده بستخدم فارض التشريب بشرب كل وش القطوع. والوش التاني برضو لازم يتشرب من الناحيتين. وبالتالي بيظهر لي بقى كل الشغل جميل معايا. وبعد كده بيجمع واخد موزن القطوع. استنى بقى ده انا لسه هعمل التحليقة الخارجية. هعملها برضو بتاعشيئة اه زي تعشيئة الحل. بحيس ان انا اجمعها مع بعضها والافريز اللي انا عملته بتخانت بتا هو عمق سنطي. ممكن ازود العمق شوية ونص ماشي. بس العرض بتاع المفحار هيبقى نفسي تخانت قايم التحليقة عشان هيتسقط فيه. بعد ما سقط وجمعت وزبطت هسبت قايم التحليقة او ايم التحليقة الخارجية الاربعة سواء من من اليمين من اليمين او من الشمال او من فوق او من تحت هسبتهم بالمسامير الفشر او بالكنات او بالمصمر العشرة المهم يكونوا حتة واحدة مع الحيطة بعد ما نحط ده فينا طبعا عشان اه عملية تركيب الحلو اللي اتفقنا عليها وبعد كده بن اه بنركب او بنعشق الاطوع في قلب المفحار بتاعه ونخدم عليه ونزبط و اه طبعا بعد كل ده خلصنا المهمة بتاعتنا في الورشة بالتالي بقدر اه انظف مكاني واعمل اه اه امسح العدد من ال اه والادوات وعينها في مكانها تاني زي ما جبتها زي ما جبتها من المخزن عينها وودها في مكانها تاني اه ونضف المكان كله سواء البنك او الورشة من النشارة من فضلات الخشب ومن حاجات دي اكتول لا وازبط ورجع الشيء لطبيعته تاني سعيد بوجود معاكم وان شاء الله نلتقي في مرات اخرى ومخرجات نجارة العمارة اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته